اهلا بكم بفيديو جديد النهاردة احنا بفيديو جديد وفيديو مميز مع بعض هتشوفوا معايا من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من احدث الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والابتكارات وجديد الاجهزة الزكاية اللي بتساعدكم على تنظيم وترتيب البيت والمطبخ عندكم واللي طبعا بتوفر عليكم الوقت والجهد بحيث ان انتو تقدروا تستفيدوا منهم في حاجات تانية لو لسه ما حططيش لايك للفيديو ده انزلي دلوقتي حالا ودس على زر اللايك علشان تشجعيني وتشجعي القناة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده مع جبتكيش تقدر ان انت تضغطي على زر الديس لايك ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اتمنى ان انت تنضم لينا عن طريق الضغط على زر الاشتراك علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة باذن الله واتمنى ان انت ما تنسيش ان انت تشارك الفيديو ده مع اصحابك وقريبك علشان تقدر ان انت تساعدهم ان هما يعرفوا ايه هي احدث الادوات المنزلية المتوفرة في السوق طبعا دلوقتي من خلال الفيديو اللي بتعرض معنا دلوقتي حتشوفوا معايا مجموعة مختلفة من الادوات المنزلية والمنتجات الرائعة اللي ما فيش اي سيدة بيت تقدر ان هي تستغنى عنهم في الوقت اللي انتو بتشوفوا بيه كل الادوات اللي بتتعرض قدامكم دلوقتي في الفيديو عايز اكلمكم عن 3 طرق تقدروا ان انتو تستعينوا بيهم علشان تقدروا ان انتو تجيبوا كل الادوات اللي عجبتكم طبعا التلات طرق سهلين جدا مش محتاجين اي حاجة بس طبعا محتاجين حاجة واحدة وهي ان انتو اللي تقرروا وتحددوا ايه هي الطريقة الانسب لكم اول طريقة طبعا واللي انتو كلكم عارفينها وهي تطبيقات الانلاين اللي هي زي تطبيق علي اكسبريست وتطبيق علي بابا وتطبيق بانجود وتطبيق اي باي وتطبيق امازون تقدروا ان انتو تختاروا التطبيق المناسب لكم واللي بتلاقوا ان الاسعار فيه مناسبة وطريقة التعامل مناسبة والبضاعة بتبقى مضمونة فيهم اكتر واسعار الشحن منخفضة نوعا ما لان مشكلة التطبيقات دي ان هي بتبقى فيها تكلفة الشحن غالية شوية بس اتكتب لي في التعليقات اكتر من كومنت بيتكلم عن تطبيق امازون وان هو سعر الشحن بيبقى فيه مجاني لما توصلوا مبلغ معين في الشرق بس الحقيقة باقي تطبيقات انا معرفش عنها كتير بالنسبة لتكلفة الشحن بس اعرف ان تطبيق علي اكسبريست بيبقى فيه بضاعة سعر الشحن بتاعها غالي وفيه بضاعة سعر الشحن بتاعها منخفض وفيه بضاعة بيتم شحنها بشكل مجاني بس طبعا الدفع بيتم عن طريق الفيزا يعني مش متوفر بيه خيار الدفع عند الاستلام ومش عايزاكم تقلقوا من موضوع الفيزا هي الفلوس بتبقى في امان ولو البضاعة ما وصلتكمش فلوسكم بترجع لكم على الفيزا بتاعتكم من تاني اما بالنسبة للطريقة التانية اللي انتوا تقدروا تستعينوا بيها واللي انا عايزاكم تركزوا بيها كويس قوي حتى لو كنتوا بتسمعوني من اي بلد مش مهم لان طبعا احنا دلوقتي بقينا بعالم متطور وعالم مفتوح طبعا بقى فيه تجار كتير قوي بتجيب البضاعة بتاعتها من الصين وبدل ما تطيروا ان هي تشتري محلات او ان هي تستأجر محلات وتبيع البضاعة بتاعتها فيها بيعملوا صفحات على الفيسبوك او على انستجرام علشان يوفروا على نفسهم ويقدروا يبيعوا البضاعة بتاعتهم بكل سهولة وبكل بساطة فتقدروا ان انتوا تدوروا على فيسبوك وعلى انستجرام على حسب اللهجة بتاعتكم يعني شوفوا انتوا مثلا لو عايزين تكتبوا ادوات منزلية مثلا في مصر اللي موجودين في مصر حيروحوا على فيسبوك على خانة البحث حيكتبوا ادوات منزلية في مصر بعد كده حيروحوا على المنشورات وحيدوروا من خلال المنشورات حيظهر لهم صفحات كتيرة جدا في مصر بتبيع الادوات دي وعندها ميزة التوصيل لجميع انحاء الجمهورية فانتوا طبعا على حسب اللاجة بتاعتكم تقدروا برضو انه تتعملوا بحثة على فيسبوك ان شاء الله حيظهر لكم صفحات محلية بتبيع كل الحاجات اللي انتوا بتبقوا محتاجينها تالت طريقة بقى وهي ان انتوا تشوفوا ايه المحلات اللي موجودة عندكم في بلدكم اللي هي بتبقى مثلا عبارة عن مولات بتبيع الادوات دي ومن ضمن المحلات اللي انا حذكرها لكم مثلا عندكم كارفور ايكيا سنتر شهين هنا عندنا احنا في مصر بمحلات كبيرة قوي بتبقى مسؤولة عن بيع الادوات المنزلية طبعا انا مش عايزاكم تفهموا كلامي ان انا بقولكم ان كارفور بيبيع كل الادوات دي او ايكيا بتبيع كل الادوات دي لا اللي نقصده ان المحلات دي بتبقى محلات كبيرة بتبيع جزء او بعض الادوات المنزلية فانتو طبعا على حسب البلد اللي انتو موجودين بيها تقدروا تقيسوا ايه هي المحلات اللي ممكن تبقى موجودة عندكم وبتبيع الادوات دي وزي ما قلت لكم هما تلات طرق يعني انتو تقدروا تختاروا الطريقة الانسب ليكم واللي فعلا تقدروا انتو تحصلوا على كل المنتجات اللي انتو محتاجينها من خلالها وبس كده هي دي كانت التلات طرق اللي انا كنت عايز اقولكم عليها عايزاكم تكملوا الفيديو دا لنهايته وتستمتعوا في كل الادوات المعروضة في الفيديو دا ولو في اي حاجة عجبتكم من الادوات اللي تعرضت في الفيديو تقدروا انتو بكل بساطة تكتبولي في خ traditions اسم المنتج اللي عجبكم ولو ما تعرفوش اسم المنتج تقدروا انتو تكتبولي الدقيقة بالضبط اللي تم عرض المنتج بيها علشان اقدر ان انا ابعد لكم رابط الشراء ورابط الشراء دا بيبقى طبعا عن طريق تطبيقات الانلاين لا تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد اسبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة